يوم برحة كنت فتحت موضوع بتاع المدارس التحولات بين المدارس وقلت ان فيه ابتزاز من بعض في بعض المدارس من القائمين على المدارس سواء اصحاب مدارس خاصة او مسؤولين في مدارس حكومية او غيره بشكل عام موضوع التحويل بين المدارس قلت ان فيه موضوع اللافت نظري فيه المصر اليوم كان يمكن وبعد الرسائل الي جات قالوا ان التحولات بياخدوا فلوس وفيه مافية فقلت طب نخلينا نعمل ايه على الصفحة عندنا يا جماعة اللي عنده مشكلة في التحولات واتعرض لعملية بتزاز او غيره قلنا واحنا هنتواصل مع الوزارة ونعرض الكلام ونشوف الدنيا فيه خلينا نشوف ومين اللي عمل بتزاز مين اللي عمل مافية اصحاب مدارس بعض اصحاب المدارس مش كلهم وبعض الناس المسؤولين في بعض المدارس الحكومية التحويل واحد راح يحول ابنه من مدرسة لمدرسة هاتمر واحة او ادفع الف جنيه او ادفع الفين جنيه ايه يا عم تبرع الوزير اعلن بسرامة يحذر ويمنع منعا باتا ويحذر حذرا تاما تلقي اي تبرعات تحت اي صورة من اي ولي امر لقضاء حاجة الولي الامر او الطالب في التحويل او ما شابه ممنوع طب الوزير قال ممنوع الوزير قال ممنوع والدولة قالت ممنوع طب ليه بندفع حاجة من اتنين يا حضرتك كولي الامر ما بلغتش فانت غلطان مقصر في حق نفسك في نفس الوقت اسمهم مجلس ومناء المدارس المفروض يكون لهم دور والراجل المسؤول اللي خد او طلب فلوس هيتحاسب هيتحاسب لازم نقوم بعض واحنا بنعتبر انا باعتبر المهنة بتاعتنا دي المهنة المتعبة ليه مهنة اصحاب الاعمار القصيرة مش مهنة البحث عن المتاعي كان زمان دلوقتي اصحاب الاعمار القصيرة لكن نقدر نزيل ظلم على حد نقدر نصوب نقدر نكونوا سلطة ربعة بجد تاني احنا بنقول وبنوجه لمتخز القرار بنقول له لو سمحت فيه هنا بنشاور له هو يشوف احنا مش جهة متابعة ولا محاسبة لكن احنا جهة خدمية بنخدم الناس عملنا على الصفحة قلنا يا جماعة فيه عندنا اللي عنده مشكلة يقول لنا هاتلي شوية حاجات يا أبراهيم اهو واحدة محمد أنور قال تقدمت باجراءات التحويل ابني من مدرسة قومية الى مدرسة تجريبية مع اخت له ضم اخره وكذلك تقدمت ببحث اجتماعي وتم رفض النقل وده بإدارة شرق التعليمية بالاسكندرية فنأمل ايجاد حل او نقل الطالب اي مدرسة تجريبية اخرى قريبة اللي بعد ده ايمان نسيم بتقول المدرسة الحكومية بتبتز المحولين من مدرس خاصة لقابلهم بالمدرسة مثل مدرسة احمد لطف السيد بفصد غيره غيره نرمين فتحي بتقول مدرسة القومية 6 اكتوبر الصراحة الوضع فيها بقى صعب جدا من ساعة المدير الحاتم ما مسك المدرسة سائد سمعتها ومستوها التعليمي والاخلاقي ولا في اهتمام بها نشطة ولا اشراف غير التحولات اللي عمالي يقبلها على طول وساعة المدرسة غير كافية الفصل بعد ما كان العدد 25 وصل الى 42 كل ما نشتكل لها حياة المنتو نادي كأننا مش بندفع فلوس ارجو وصول الشكوى لإدارة التعليمية وصولة الحل ده على مسؤولية نرمين فتحي لانا اتكلمت فيه مصومعة ومش سومعة انا ما عرفش الكلام ده صحيح الله مش صحيح لكن انا بنقل اوجاع الناس غيره علاء وسام جزاكم الله خيرا شكرا سيدي زمن لم يقبلوا التحق ابنائي في مدرسة الا بعد بناء فصل مدرسة خاصة ويا ريت الاخ علاء وسيم يقول اسم المدرسة اللي طلب منه يبني فصل يبني فصل في مدرسة خاصة بتاعت واحد عشان ياخد عياله حاجة غريبة جدا غيره فيه تاني حاجة عندكم احمد ابراهيم المدرسة الخاصة ديمافيا وللأسف الوزارة مش عارفة تاخد اي اجراء بدفع مصاريف لطفلين في ابتداء 40 الف جنيه في السنة حرام 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 مدرسة دريم في اسكندرية غيره طيب كفاءة كده عشان ده ده اوجاع الناس اوجاع انا متأكد ان الترباط التعليم هياخدوا بالحاجات دي ويراجعوها